في بيان رسمي صدر عن الاتحاد الجزائري للسباحة يوم أمس جاء فيه أنه كان قد علق جميع الأنشطة الوطنية والدولية بمجرد ظهور الحالة الأولى للوباء المستجد وإلى غاية صدور قرار من السلطات العليا للبلاد كما أعرب الاتحاد الجزائري للسباحة عن دعمه لجميع عائلة السباحة الوطنية وكذا النخبة الوطنية الناشطة في ربوعي الوطن أو خارجه